بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بشهر شعبان المبارك وكان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره وكان صلى الله عليه وسلم يقول زاك شهر يغفل عنه الناس يقع بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ومن المعلوم أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى يومياً وترفع إلى الله سبحانه وتعالى في كل أسبوع وترفع إلى الله سبحانه وتعالى في كل عام في شهر شعبان هذا هو التقرير السنوي لأعمال العبد زاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وفي شهر شعبان ليلة النصف من شعبان قال عنها العلماء هي ليلة الشفاعة وهي ليلة المغفرة وهي ليلة الملائكة وهي ليلة البراءة وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أي بينه وبين أخيه خصام وهذا يدعونا إلى السماحة وإلى الصفاء وإلى سلامة القلب فأقل درجات الأخوة في الإسلام تبدأ بصفاء القلب وسلامة النية وأعلاها يكون بالإيسار أن تقدم أخاك على نفسك ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهكذا نستقبل شهر رمضان المبارك بهذا القلب السليم في ليلة النصف من شعبان نستقبله بصفاء القلب وبسلامة النية وقد روي عن ابن عباس بسند صحيح أن الله عز وجل يدبر أمر السنة في ليلة النصف من شعبان فيمحو الله ما يشاء ويثبت وقد ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في كتابه الأم بلغنا أنه يستجاب في خمس ليالي في أول ليلة من شهر رجب وفي ليلة النصف من شعبان وفي ليلة الجمعة وفي ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الأطحى فما أحوجنا إلى المغفرة وما أحوجنا إلى الصفاء وإلى سلامة القلوب في ليلة النصف من شعبان وقد جاء في القرآن الكريم حكاية عن إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن عندما امتدحه رب العزة في كتابه لم يتحدث أنه دعا إلى توحيد الله ولا عن إكرامه للضيفان وإنما قال إذ جاء ربه بقلب سليم هذه هي المكرمة التي ذكرها القرآن إذ جاء ربه بقلب سليم فسلامة القلب وخاصة قبل رمضان وفي شهر شعبان أمر في غاية الأهمية لمن أراد أن يتقبل الله منه صيامه ولمن أراد أن يقبل الله منه أعماله وقد جاء أيضا في القرآن الكريم إلا من أتى الله بقلب سليم وقد قيل إن القبلة تحولت في شهر شعبان وهذا أمر كان يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحب أن تتحول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ولهذا حكى القرآن الكريم أن الله قال له فلنولينك قبلة ترضاها وقد وقف الإمام الرازي رحمه الله عند هذه الآية وقال إذا كان جميع الناس يطلبون رضا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قال إذا كان جميع الناس يطلبون رضاي فأنا أطلب رضاك يا حبيبي يا محمد هذا في الدنيا أنه قال له فلنولينك قبلة ترضاها ولم يقل نرضاها وإنما قالت ترضاها أنت يا حبيبي يا محمد هذا في الدنيا وأما في الآخرة أنه وعده فقال ولسوف يعطيك ربك فترضا ولن يرضى رسول الله وواحد من أمته في النار هذا هو قمة العطاء وهذه هي غاية الرضا فلنولينك قبلة ترضاها ولسوف يعطيك ربك فترضا نقول في شهر شعبان ما أحوجنا إلى سلامة القلب وما أحوجنا إلى المغفرة يطلع الله إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك بالله أو مشاحن أي بينه وبين أخيه خصام نسأل الله سبحانه أن يرزقنا سلامة الصدور وأن يرزقنا صفاء النية نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لطاعته ولمرضاته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته